على طريقتي إذ يسجل واحدهم بصوته وأدائه أغنيات سبق أن سجلها محمد عبد الوهاب أو أم كلثوم أو فريد أطرش أو عبد الحليم حافظ أو غيرهم من كبار أصحاب الغناء ممن هم من هذا الوزن أقول أنت وأنا ونحن جميعا نفهم أن يسجل أحدهم بصوته أغنية لواحد من هؤلاء الكبار إذا كانت هذه الأغنية بصوت صاحبها مفقودة مثلا لسبب من الأسباب أو نادرة الوجود ليس في إمكان جميع الناس أن يقتنوها أو يستمعوا إليها بواسطة الإذاعة أو على شريط موجود في الأسواق وفي كل مكان كما نفهم أنت وأنا وسائر الناس أن يطلب الضيوف الموجودون في صهرة خاصة أو عامة الاستماع إلى أغنية من أغاني عبد الوهاب أو أم كلثوم أو فريد أطرش أو عبد الحليم حافظ فيلبي مطرب الصهرة الطلب مشكورا ومعذورا وينتهي الأمر عند هذا الحد أما أن يحمل المغني النجم زلعومه وحلقومه إلى الاستوديو ويأخذ معه صوته ويسجل أغنية لمحمد عبد الوهاب أو أم كلثوم أو فريد الأطرش أو عبد الحليم حافظ موجودة بصوت صاحبها في كل إذاعة وعلى كل شريط وفي كل بيت أو يسجلها في صهرة غناها هو فيها وفق مزاجه وإمكاناته المتواضعة جدا وبصوته وأدائه الشنيع ثم يطبعها على أشريطة وأسطوانات ويوزعها على الدكاكين برسم البيع وعلى سائر وسائل الإعلام برسم إذاعتها ونشرها فماذا يعني هذا؟ هذا يعني أن صاحبنا المغني هذا يقول لك ولسائر الناس بفصاحة وصراحة ووضوح وبكلام لا يعتريه التباس ولا يقبل تأويلا اسمع يا هذا ويا هؤلاء بأي صوت يجب أن تغنى هذه الأغنية وبأي أداء اسمع هذه الأغنية بصوتي أنا لا بصوت عبد الوهاب الذي لا رخامة فيه ولا جمال اسمع هذه الأغنية بأداء أنا لا بأداء عبد الحليم حافظ البعيد عن الإحساس بما يغني ولذلك يأتي أداؤه باردا لا دافئا كأداء أنا اسمع هذه الأغنية مني أنا لا من أم كلثوم التي لا صوتها كاف ولا أداءها واف اسمعني بهذه الأغنية وانسى فريد الأطرش الذي غناها غناء غير مقبول أنا هنا فدع أولئك جميعا وراء ظهرك واسمعني وتفرج علي أن يصل هذا أو ذاك من المغنين القبابيط أو هذه أو تلك من المغنيات الفرافيت إلى أن يفعل ذلك فهذا يعني أن عاملين اثنين دفعاه إلى ما فعله هما الإدعاء الثقيل والغباء الذي ليس له مثيل فإذا اجتمع المزيد من الإدعاء والمزيد من الغباء في مثل هذا المجال ولدى الوقاحة وقلة الحياة كنا مع جورج رداق على طريقته اشتركوا في القناة